وملاحظة أخرى سأطوي كشحا عنها كنت قد حدثتكم حدثت الذين يتابعون هذه البرامج عبر هذه الشاشة من أن مخططا يخطط لإذائهم النجف مع الأمن الوطني وتعرفون الأمن الوطني لأي جهة يتبع في العراق فما بين النجف وبين الأمن الوطني هناك مراقبة ومتابعة لمجالسكم التي تعقدونها وهناك نية لإذائكم لكنني نصحتكم قلت لكم أخرجوا إلى العلن وهؤلاء الوكلة والمعممون الذين يحاولون تشويها سمعتكم قوموهم 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 قوامة عشاير سيتعدبون لأن تبليغا وصل إليهم من النجف أن يسعوا في تشويه سمعتكم وأن يفرقوا فيما بينكم وبين عشائركم هذه توجيهات جاءت من النجف هناك العديد من التفاصيل كان في نية أن أنبهكم عليها هناك مراقبة متابعة لمجالسكم وبعض المجالس فعلا هددوها لكنني أقول لكم وإنما أحدثكم عبر الشاشة فليس لي من اتصال وليس لي من ارتباط أو تنظيم معكم لو كان لي من اتصال أو من طريق فيما بيني وبينكم لتواصلت معكم عبر ذلك الطريق فأنا لا أريد أن أعمل بأسلوب التنظيمات وبأسلوب الأحزاب والمجموعات التي سئمنا منها وسئمنا من قذارتها ومن ضلالها ومن فسادها إنني أطرح الحقائق أمام أعينكم أنتم انتفعوا منها بقدر ما تستطيعون ولكن ما من أمر مهم إذا أراد الإنسان أن يسعى في تحقيقه إلا وأن يدفع الضريبة لأجله قد تكون الضريبة عالية قد تكون الضريبة قليلة قد تكون مادية قد تكون معنوية بالنتيجة لا بد من دفع ضريبة لا بد من تضحية والجرأة هي التي تساعدكم في ذلك أنتم تريدون أن تتحدثوا عن ثقافة العترة الطاهرة فلماذا الخوف ولماذا يريدون أن يؤذوكم عليكم أن تواجهوا هذه المشكلة بجرأة لا أتحدث عن عنف ولا أتحدث عن مواجهة ولا عن معارضة مجتمعية عليكم أن تتصرفوا بحكمة أن تلجأوا إلى عشائركم أن تلجأوا إلى العقلاء أن تلجأوا إلى الشخصيات المهمة أنتم يا أصحاب الشهادات وأنتم يا أصحاب الكفاءات المسؤولية تقع عليكم أنا لا أريد أن أشخص تكليفا شرعيا لأحد كل واحد منكم أعرف بظروفه وأعرف بمشاكله وأعرف بتكليفه الشرعي إنما هي ملاحظات على الطريق إذا كانت نافعة فانتفعوا منها إن لم تكن نافعة لكم فدعوها جانبا وابتعدوا عنها فهتان الملاحظتان وإن كنت قد أثبتهما على ورقة الملاحظات أمامي لكنني طويت عنهما كشحا وأعرضت عن تفاصيلهما لضيق الوقت ترجمة نانسي قنقر